بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لطلاب الصف السادس اللي ابتدين إن شاء الله النهاردة معنا باراغراف يعني زيارة طبعا الباراغراف مطالبين بإننا نكتب باراغراف مكون من سبع جمل ولكن دايما كلنا البداية مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا زي ما احنا شايفين السؤال بجلنا write a paragraph of seven sentences about write a paragraph of seven sentences about يعني نكتب باراغراف من سبع جمل عن a visit to the supermarket a visit to the supermarket يعني زيارة للسوبر ماركت a visit to the supermarket يعني زيارة للسوبر ماركت تعالوا مع بعض نشوف الجمل زي ما احنا متعودين دايما how to write a paragraph ازاي نكتب البراغراف اول حاجة بنسيب مسافة كلمة في كتابة البراغراف وبعدين بنبدأ نكتب او نبدأ نكتب الجمل بتاعتنا بنبدأ الجملة بحرف capital وبعدين بنحط في نهاية الجملة فلسطوب يعني نقطة ولازم وانا بكتب البراغراف بتاعي براع ان انا بسيب مسافة ما بين كل كلمة والتانية تعالوا مع بعض كده طبعا كما كان زي ما احنا تعودنا دايما على براجرافز الاماكن ان انا ببدأ او بخلي الصغة تكون لها past ماضي يعني انا ذهبت للسوبر ماركت يعني انا ذهبت للسوبر ماركت يعني انا ذهبت الاسبوع الماضي او يوم الجمعة ممكن نقول ان فريدي يعني يوم الجمعة او ممكن نقول اي ونت دير لاست ويك الاسبوع الماضي ولكن يعني الاسهل في الاسبولينج يكتبه فلو كتبنا ان فريدي يعني يوم الجمعة اي ونت دير ان فوت يعني انا ذهبت سيرا على الاقدام اي ونت دير ان فوت اي ونت دير ان فوت يعني هو قريب من بيتي او ممكن نقول يعني هو كبير يعني هو نظيف الأسعار بتاعته كويسة أنا اشتريت أرز وبيض طبعاً لنخطقش في الاسبيلينج فاخترنا أبسط كلمات كلنا مش هنخطق فيها زي رايس وإجز مرة تانية يعني أنا ذهبت السوبر ماركت يعني ذهبت سيلاً على الأقدام ممكن أكتب يعني بالقرب من بيتي يعني هو كبير يعني هو نظيف الأسعار بتاعته كويسة جامل الفعل باي يشتري يعني أنا اشتريت يعني بيض وأرز طبعاً لو جينا نشوف البراجراف اللي معنا دول تمن جمل وأنا مطالب بإن أكتب سبعة طبعاً ممكن أقول يعني أنا اشتريت عصير زي ما أنا شايف أسهل كلمات ممكن أكتبها ومخطأش في الاسبيلينج بتاعت ياريت البراجراف اللي معنا يكون سهل جداً وبسيط وكلنا نقدر نحفظه بكل سهولة مع بعض أنا أقرأوك كمان مرة وعيزاكو ربيت أفتر مي يعني تترددو وراي حد ما نحفظه أما بعد أذهب إلى المنزل 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 أجل إلى المنزل أجل إلى المنزل أجل إلى المنزل أجل طبعا البراجراف سهل بسيط ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة وبركاته بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية يريتي تابعونا على قناتنا سر التفوق والنجاح طبعا عندنا دروس أو باراجرافز موجودة على قناة سر التفوق والنجاح لابتدائي وإعدادي ولكن بالنسبة للعام الدراسي 2022 هيكون مخصص فقط للمرحلة الثانوية وطبعا عندنا بالنسبة للمرحلة الإعلالية أبو جودة قناة أبو جودة إن شاء الله هنبس عليها دروسنا للمرحلة الإعدادية يريتي تابعونا طلاب المرحلة الإعلالية على قناة أبو جودة ويعملوا استشتراك معنا في القناة عشان إن شاء الله يوصل لهم كل ما هو يخص المرحلة الإعدادية نظرا لعدم تداخل المواد مع بعض سواء للمرحلة الإعدادية والإعدادية فبنساهل على الطلبة اللي بيتابعونا يدخلوا على قناة أبو جودة للمرحلة الإعدادية أما بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية فيريتي تابعونا على قناتنا سبحان الله الحياة حلوة وطبعا ده تيسيرا على كل طلاب المرحلة الإعدادية والإعدادية والسنوية في إنهم يبحثوا عن المادة العلمية اللي هما عايزونه بالضبط والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر